عودة مجددا لكم مشاهدنا الكرام بعد ما شفنا هذا التقرير و ضيفي في الستوديو رئيس تحرير جريدة الرأي لساذ وليد الجاسم يعني بخالد شفنا التقرير و شفنا محبة الشارع للأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد يعني ما سر هذه الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مواقف الشيخ صباح رحمة الله عليه كثيرة يعني الناس تذكر للكثير من المواقف طبعا عندك في جانب الكفاءة والخبرة والتمكن عندك جانب الشعور بالأمان الإقليمي بوجود خبرة مثل خبرة الشيخ صباح الدبلوماسية والقدرة على الحشد السياسي الإقليمي والدولي يعني رجل شفنا نحن في البيت الأبيض كيف عمل يعني عوم المعاملة تفوق حجم دولتنا أمانة الواحد يكون منصف يعني حجم دولتنا شنو اللي يعامل بموجبة هذه المعاملة ويميز هذا التمييز وحتى وهو على فراش المرض قبل رحيله بأيام يحظى بوسام من أرفع الأوسمة الأمريكية لم يمنح لقائد منذ سنوات لأن يعني شخص أعطى المقعد الذي تسلمه والحكم الذي أصبح بين يديه المزيد بخبرته وقدرته وتمكنه هذا يعطينا شعور بالأمان لكويت ما يخفاك يعني تعرضت لهزة عميقة جدا بالغزو العراقي وهذه الهزة حتى لو نسيناها تسكن في الوجدان ونظل دائما باحثين عن الشعور بالأمان الرغبة في الأمن والأمان هذه من احتياجات الأنسان الأساسية فوجود حاكم من مثل الشيخ صباح رحمة الله عليه يعطينا هذا الشعور يعطينا هذا الثقة الأمان والاستقر فوق هذا قرب للناس تواضعه معروف عنه وكل من تعامل مع الشيخ صباح يعني رجل لا يعشق البروتوكالات الزايدة ولا يتبسط ويتحدث مع الجميع وابتسامته لا تفارق محياة ولكن حتى ابتسامته هي يعني سلاح ذو حدين كان أحياناً الابتسامة تكون للطمأنينة وأحياناً الابتسامة التي لا أنساها لما عزت الدوري غلط على الكويت وأساء لها وأساء لحكامها وزير خارجيتها ابتسم ابتسامة الشيخ صباح لا أنساها والناس كثيراً ما فهمت يعني شلون هذا قاعد يقول شذيو وبدال ما تغضى بتبتسم ارجع 2003 الكويت كانت بوابة العبور الأمريكي لإسقاط صدام حسين ونظامه وليليوم عزت الدوري إذا كان حي فعلاً مثل ما نسمع بالتسجيلات مختفي بين الدهاليز والممرات ولا يجرؤ أن يكشف راسه أو وجهه أو يعلن عن مكانه فرجل مثل هذا يعني يخفي وراء هذه الابتسامة تخطيط كامل 2003 منه تجرأ من الدول العربية يساند الأمريكان في خلع صدام حسين وعملية أطلق عليها اسم حرية العراق واليوم العراقيين نفسهم تلهج ألسنتهم بالدعاء للشيخ صباح لأن مكنهم من التنفس والحرية بعد أربعين سنة تقريباً من قمع هذا الحزب الوحشي على الناس وإذاءهم فمثل هذا الرجل لما يبتسم بيحنو أبوي لما تدمع عينه بيحنو أبوي ما ننسى وقفته في مسجد الصادق ما ننسى وقفته في الكثير من المواقف الرجل يمكن من أحداث الثلاثينات وهو واعي ويعرف كل صغيرة وكبيرة في الكويت يعني علم من أعلام الكويت وجزء من مسيرتها وجزء من نهضتها وجزء من تنميتها وجزء من قراراتها وجزء من آلامها وأحزانها وفرحتها وسعادتها نعم فكم جيل مر علينا ما شاف أجيال مرت ونحن نشوف هذا القامة والهامة موجودة بيننا نعم وبالسنين الأخيرة زيادة التقدير العالمي والدولي له دوره في الأزمة الخليجية ما هو دور يديد ما كان له دور في توحيد إمارات الخليج أصلاً ودور في حل خلافات هذه الإمارات ودور في اليمن ودور في مصر والشام ودور خليجي وعرزي وطين والمغرب العربي وباكستان والهند أدوار كثيرة جداً 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 في رجل يسموه بالكرسي ويرتفع به والشيخ صباح رحمة الله عليه كان من هذه النوعية وبنفس الوقت رجل في قمة التواضع ويتمسط مع الناس ويخاف عليهم والمواقف كثيرة ولا تحصل نعم رحمة الله عليه ترجمة نانسي قنقر